لطالما عرف الخيل بشموخه وقيمته التاريخية التي لم تتاز مع التطور الحضاري بل على العكس فقد ازداد الاهتمام بها وأقيمت لها الاستبلاط وخصصها لها الأطباء يعتبر الحصان العربي في أعلى درجات الأصالة من حيث جمال الشكل إذ أن جدعه روعة في التناسق والانسجام ولهذا حرص الأوروبيون على استيراده من أجل استخدامه في تحسين سلالات الخيول الأخرى يلتزم مربو الخيول العربية الأصيلة في الوطن العربي وخاصة في نادي الشارقة للفرسية بتوفير الاهتمام والرعاية التامة لهذه الخيول الأصيلة يعد نادي الشارقة للفرسية من أول وأقدم نواد الفرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق وما لا يعلمه الكثيرون أن هذا النادي يمتد على مساحة 3000 كم مربع حيث تنتشر فيه مجموعة منوعة من المرافق بدءا من مدرسة التدريب وتعليم الفرسية وصولا إلى مستشفى بايتاري ومركزا للتخصيب نادي الشارقة للفرسية والصباب طبعا هو أول نادي في دولة الإمارات أسس عام 1982 النادي بيتميز أنه يحتضن جميع رياضات الفرسية من صباقات المضمار، عروض جمال الخيل، بطولات قفز الحواجز، ومؤخرا ننضاف بطولات الدرساج تتلقى الخيول في نادي الشارقة للفرسية أفضل الخدمات من حيث الرعاية الصحية التي تشمل عديد من الأقصام كقسم العظام، الأسنان، الباطنية، والإخصاب بالإضافة إلى توفير خدمات العلاج الطبيعي كجهاز المشي، الممشى المائي، والمساج الرياضي للخيول ويعد مربط الخيول العربية الأصيلة من أهم مرافق النادي حيث يحرصون على الاعتناء بجمال الخيول من شعر ورشاقة وذلك من أجل إعدادها للاشتراك في عروض الجمال التي ينظمها النادي تعلق العرب بالخيل ليس لأنها مجرد وسيلة نقل أو مظهر للثراء، بل لأنها رمز للقوة والعزة والسلطان من نادي الشارقة للفروسية لفوكس أكاديمي كانت معكم زينب عباس